السلام عليكم يسعد مساكم احداث الحلقة 132 من مسلسل الميراس تبدأ احداث الحلقة حور بتروح لعند فهد وبتقول له انه شو بدك من شهد وليش بالذات شهد حوي بقول له انه بيحبه كتير وشهد بتهكي لا هي لا هيبه انه الصالحه هي وخاله وكان ما في داعي لكل هالمشاكل الجدة مزنى وماجد بيحكوا في موضوع ديما والجدة مزنى بتقول له لماجد لازم ترجع ديما وبيقول له ماجد بيقول له الجدة مزنى ديما ناوي تكسرني وانا اذا تنازلت هالمرة هي راح تكسرني عطول حول جوائرية بتكلم هيفا عن وضع يوسف واما كيف تخلو عنه ليش خلو يدخلو عنه وهيفاء انه مانا سهلي خالص بالكافة بيقول قاعد فهد وشهدو وهبا وبجي اتصال من اخته شروب وبتقول له انا انه ذي دير باله على شهدو ثراب لانه هي ميم طولي وحاسي بحالة انها بدا تموت حور وعهود بيدخلو لعند المحامة ابراهي و بتطلب منه عهود انه يسجل للاوراق مشان تتوظف عندها بالشركة طبعا وبتطلع شاهد بترجع لفهد بيكون فهد قاعد ومزعوج كتير شاهد بتقول لفهد شوفي فهد بي خبره عن وضع أخته بتدخل حور وعهود على يوسف مشان يخصصه الراتب ويسبت بالوظيفة يوسف يوسف يدخل عجويري يجويري بتقول له انت ضب اغراضك وجهز نفسك انت يخلص دورك مشان تسافر يوسف يحاول يسألها كم سؤال بتقول له انت ما في داعي تسأل لانه خلص تمثيلك وانت تمثيلك فاشل وراح وصح لفرصة احسن منك وهيفاء بجيته تعطيني ضمان بسكوت يوسف الى الابد انت ما خرجك ولا رح يكون لك دور جديد جويري بتروح لمكتب ماجد وبتخبره على منصور انه هو راح لعنده واخذ شيك مصاري مقابل سكوته طبعا هوني ماجد بينصدم وبتفرجي جويري صور منصور كيف اخذ الهاتف وبتقول له انتي لا تلعب هلا بي وبيتفاجأ في الحقيقة ابو منصور ماجد بيتفاجأ كانت نهاية الحلقة ولا ندعكم بي امان لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر